مرحبا، مثل ما شفتوا بآخر الفيديو السابق، أم خليل نقلت الرواية اللي سمعتها من فريد لأبو خليل على أنه هو باعتنك الزيت لعلاق الرداد وطلعت مغشوشة وعلاق عاتب فريد هاي القصة المفبركة أبو خليل مفعل وفتح الباب وطلع وبده يروح يشوفه العلاق لحقوه خليل الجميل طويل بالك يا عياب علاق ما معقول يقول عنك هاي ما يرد عليهم لا وصل للباب رنت جرس مع علاق صاحة من جوة مين وبده تفتح كان هون جاي علاق من السوق أهلين بعمي أبو خليل ميت السلامة شرفته قاله لا أهلين ولا سهلين بدك تجاوبني بس على هالسؤال أنا غشاش يا علاق قاله لا أنت ما غشاش أنا اشتريت منك زيت قاله لا قاله لك اشو هذا الحكي قاله أنا اللي بدي اسألك اشو هذا الحكي فوتوا كانت مع علاق فتحة الباب اتفضلوا منحكي جوا لما علاق سمع القصة من أبو خليل فلط بالضحك أو مثل ما بيقولوا الكتاب انقلب على قفاه من شدة الضحك ولما خلص جلس وقال له يا عمي أبو خليل أنا الآن أكثر إصرارا على بقاء فريد في المدرسة وأنه يستمر حتى ياخد باكالوريا على القليلة قاله ليش بقى قال له أنه ما شاء الله على هالخيال غير القصة تبع تنكت الزيت في إلى بداية أنا اش حكالي قال أنت أخدته على السوق لتشتري له خف رياضة وقال صار الولادي يطلع صغير على أجراء والرجال يطلع كبير وانت احترت في أمرك وصرت تسأل قالوا لك هون بإدلب ما بتلاقي روح على سلقين في واحد اسمه ملك المحير وعطاهن اسمه من بيت شمروخ بتشتري له من هناك وبتجيبه ونظامي قال له أنا قال له هيك عبيقول بقى هذا أزابي كبار وبيتعلم والله أولاد الشيخ أحمد زهدي اللي يحطهم في جيبه قال له أين أحمد زهدي اللي يكون أصدق الشيخ أحمد زهدي كيالي الله يرحمه قال له إيه قال له أولاده أشبون قال له ليش ما بتعرف مواهب صار كبير بالشاو بيكتب بالجريدة وكمان أخوه حسيب بيكتب بالجريدة وبيطلع بيحكي بالراديو ما بتسمعوا بالراديو قال له لا والله أنا عندي راديو بالعلية كل شهر ما بيطلع بيسمع لها مو بتعرف أنا طول النهار بالفلاحة عكل حال يا ابني يا علاء أنا بدي أقول لك شغلي أنا كنت في زماني ما في عقل مني في كل إدلب بيقولوا العالم أبو خليل السبنان عائل بس قيمة جنيت وجحشت لما سمعت لمرتي ولولادي وهذا فريد قاعد يدبلي بعيني الخضر ويقول لي يا بابا وسمعت منك أنت أن نروح حطه في المدرسة أخي أنا هاي التجحيشة بدي صلحها أنا بدي بطلب قال له لأ يا عمي أبو خليل هون اختلفنا أنا اللي حطيته في المدرسة عم مسؤوليتي وأنا وقت اللي لازم يبطل أنا بيجي لك بيقلك بطلب اتفقنا قال له اتفقنا بس هاي الكذبة أنا ما بعديها قال له شلون يعني ما بتعديها قال له أنا وولادي اليوم بنعمل له قتلة في البيت وأنت بكرة الصبح في المدرسة عمل له قتلة قدام لولادي يعني رفعه فلا قدام رفقاته قال له له يا عمي أبو خليل الضرب ما كويس هذا بتعقد قال له بالله بتعقد يا سيدي أنا بدي عمل له قتلة اليوم وخليه تعقد وعم مسؤوليتي بالنسبة لبطل السيرة تبعنا السيد فريد بيعرف حاله اشو عامل اشو مخبص وكيف معلق العالم في بعضن ولذلك تعامل مع الموضوع بحذر شديد وبملعنة شديدة لما سمع الصوت أبو أخواته جايين من الفلاحة وعبيفتحوا باب الزريبة بدفوتوا لكدج فورا مسك هيك بالسقيفة وزدت حاله لفوق مبطح صار بين الكياس المونة والأطراميزات تبع المخلل والدبيركة والجبنة والزيتون والدبس وقعد رائب عن كسب لما أبو طلع في الباب ولحقوه خليل وجميل أما نزل قات له أمه أشبك قال له طاولة بالك لا تحكي شاف أشو فيه على الطاولة أكل وطلع بسرعة على العلية في راديوهو كل فترة بيطلع بيقلب فيها فسمع غنيه اللي عبدالوهاب بيقول كل اللي حبت نصف وأنا وحدة اللي شكيت فهو صار يغني معه حبك بصل حبك نصف ما بقى يفهم هو على هوى الهبل تبعه ونزل لما نزل من العلية لقيت له أم خليل قات له تعب بدي أحكي معك قال له بس دقيقة شوفي هاد هاد ما بعرف إيه شوفي كذا طلعت هيك انخيلت رجد طلع الحيط لأنه ما بيطلع من الباب طلع الحيط وقف لا طف طول بالك بم نزل على الشارع اللي حقيته على الشارع قالت له بس حكيني بس كلمتين وين رايح هلأ أبوك بيجي بيسألني عنك قال له يا يا الأستاذ عبدالله عطانا وظيفة قال كل اتنين لازم نكتبها مع بعضنا فأنا اتفقت معرفي إي نادر بدي يروح اكتبها عنده وزابتكم مني شيروحوا لعندي عند نادر صيحولي ويا الله ونهزم راع هون بقى بنرجع لأبو خليل أبو خليل كان طالع من بيت علاء وماشي وعم يفكر وماشيين ورا ولاده كالعادة يعني هذول اتنين من هني بيحبوه كتير وهني متل ما تقول زراعه اليمين وزراعه اليسار وماشيين هم استعجل فجأة وقف قال له لجميل انت بزمانك اشتريت شمبرير جديد للبسكليد تبعك صح؟ قال له نعم قال له الشمبرير القديم وينه؟ قال له موجود قال له ها ها بتجيب يا خليل مقص بتقصه للشمبرير بالنص النص أول واحد منربطله لفريد الجريفي النص التاني منجلده فيه اشو رأي يكون انا بجلده انتو ربطوا ليها وانا بجلده لانه هذا هل كذب هذا اللي عبي كذبه لازم يبطله نحن ما عنا حدا بيكذب يا ابني لو في كاميرا تلفزيونية ثابتة موجهة على دار ابو خليل كنا شفنا ابو خليل خليل جميل دخلوا بالكادر فاتوا على الدار سكروا وراهن الباب خلال ثواني رجع مفتح الباب وطلع ابو خليل وطلع ولاده لاحقينه هو مستنفر طبعا اللي صار انه هن دخلوا سأل وينه فريد لانه بدي نفز العقوبة هو عم يخطط ابو خليل فقالت لهم والله راح يدرس عند رفيقه نادر مين هذا نادر وطلع مستنفر لحقوه خليل بصعوبة تمكن انه يوقفه لابو قال له يا ياب هلأ قللنا عقلنا ثلاثتنا ورحنا عند علاق مشان نتحقق من رواية تبع فريد طلعت كذب هلأ بجوز يكون ما فيه واحد اسمه نادر أصلا وبعدين اللي نفرض انه فيه واحد اسمه نادر مين هاد ابن مين عميمنا نروح ندق الباب حتى نجيبه لهذا فريد ياب انت رجال آدمي ومحترم وعائل عود من فكر عام هنه وعاد ما ناخد قرار بشغله منقوم منفزها بعد العشي تقريبا بساعة دخلت ام خليل على غرفة نوم لقيت لسه ابو خليل مو نايم ثاني تظهروا عمسند التخط وقاعد وعام يفكر اجت قاعدة جنبه قالت له ايش بك قال لك يا مرة انا هادا فريد رح يجنني صعي انا زعلام منه وغضبان عليه ومفكر اعمل له فلق بس هلأ اين هادا عبدور بهالليل هلأ مين فيه بقى بصقاءات في كل ادلب غير السرسرية وأوقات الشرطة يقوم توقفوا دورية الشرطة ويفكروا حرامي أو كذا بياخدوا نياع المغفر أو يتلاقى بواحد سكران يعتد عليه لك هو وصعي قد الجحش بس بجوز ما يحسن يدافع عن حاله لأنه بيبقى هذا ولد يا ام خليل قامت هي قاتلو ايه طمان فريد هو هون في الدار اعم قال له شو الحكي ما هم فتح باب ولا ندأ باب قاتلو ليش مين قالك فريد بيدخل من الباب أو بيطلع من الباب من على الحيض طلع ونزلته دائما من على الحيض اعم قال له يعني دخل على الدار من على الحيض قاتلو دخل قال له وينه هلأ قالت له أنا عطيته أغطية جودة لي وغطى وطلعته على السقيفة بعد ما عشيته وأموره تمام التمام قام قال له اسمعي لقلك قوم ينزلي بدي يحكي معه قالت له غلط يا مرأي هذا الحكي غلط قال له ليش قالت له لأنه هلأ إذا أنا في فيقه وبقال له قوم بدي يحكي معك أبوك أنا بعرف عشي تعمل بدي ينزل يطلع على الحيض وينهزم يطلع على السقاء والشي اللي انت خوفه منه انه ما يروح يتشرد للسقاءات بدي يصير يا أما إذا مسكنا وحصرنا وعدت انت تسأله ليش عملت هيك وليش ما عملت هيك بدي يرجع يكذب عليك يعني ما رح تستفيد شي قال له لكان أشو نعمل قالت له نعم هلأ ومثل ما بيقوله بالمثل الصباح رباح اشتركوا في القناة